اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم كما العادة فيديو بسيط بادوات اللي بسيطة ومتوفرة الجامع والنتيجة كما كتشوفو بلاتو بخيستيج راقي وعلى الموضة يمكن لكم تقدمو فيه الحلويات يمكن لكم تنزلوه كديكور في السالون كذلك تقدمو فيه او تنزلو فق منه ديكورات باخرة والمسائيل اللي كنديرو بها البخور بصيفة عامة مهم لكم الاختيار المهم غدي نشوفو طريقة تصنع هاد البلاتو هذا اللي يمكن لكم كذلك تعتمدوه كمشروع مربح انا اعطيكم جميع التفاصيل اللي بغيتو تعتمدوه كمشروع اللي ناجح ومربح في الفيديو فتبعوا معي الطريقة في الفيديو غادي نحتاجوا اول حاجة زاجة عادية اي ما كتشوفو بالطول والعرض اللي بغيتو نوكن لكم الاختيار سواء كبيرة سواء صغيرة مهمتو ما اللي كتختاروا والعبارات والمزيغ ديالها بينسو هاد الزاجة قبل كتحاولوا انكم تمسحوها مزيان وتنطفوها يعني ما يكونش فيها اثار لا دي الغبار ولا دي المواد دسيمة ولا التحاجة كتنطفوها مزيان بالبخو دوي خاص بالزاج من بعد غني نحتاجو هاد السباغة هادي السباغات اطلس اللي كان خدم بها تقريبا بزاف دي الفيديوات هتكونو شفتوها بالنسبة اللي متبعي الفيديوات ديالي كنختارها باللون الدهبي كما كتشوفو الثمن ديالها فهو رخيص بزاف كتدير واقع لاشي عشرة دراهم في حل هكا وكتبقى تصلح لكم بزاف ديال الاعمال يعني اقتصادية كتديرو منها غي شوية وكتبقى لكم البواطة يعني ما كتتسالاش دغية كننصحكم انكم تشريبها كنناخد في حل هكا شي بانسو ولا شي اادات اللي كان عندكم كتحاولوا انكم تديرون قيطات في حال هكا فوق هاد الزاجة هادي وكتبدو تديرو هاد الاشكال كما كتشوفو بشكل عشوائي بطريقة ساهلة يعني اي واحد يقدر يدير راحة الاطفال يقدر يديرو هاد الطريقة هادي طريقة ساهلة وبسيطة كنعمر هاد الزاجة هادي تقريبا كاملة بهاد الاشكال بالشكل يعني ساهل ما كيحتاج لباتخون ولا تشي حاجة قبل يعني كتبدو تخدموه في حال هكا على الزاجة دي غاكتمو كتديروه الاشكال بطريقة عشوائية اذا كنكمل حالكا كنكمل تنعمر تقريبا الزاجة كاملة فهد هاد الشكل هاد غدي عطينا من بعد كما غدي تكونوا شوفو في الول دي الفيديو غدي عطينا واحد اللي في ماغبخ يعني واحد اللي في ديار الخام باللون الدهابي اللي كيجي راقي فشكل ديالو كيجي كلاس بساف وزوين من بعد فاش كملت الاشكال كما كتشوفو غدي نحاول اناني نخليها تنشف شوية يعني ما نخليهاش تنشف تماما غدي نخلي ايه من هاد الرسومات هادي اللي جيها ديالهم ما تكون ما نشفهاش بساف كانت مننا اناني نكون واضحة وتكونوا فهمتوني شون بغيت نقصد يعني ما تكونش كلمات اصبو علاش باش فاش نديرو الطبقة التانية فوق من هذه الصباغة غادي تندامج لنا مع ذك الطبقة الخورى اللي غادي نديرو الغرض عنها انهم يتاستنبوا ويتدمجوا ما بيناتهم باش يعطيني هكا شكل طبيعي وزوين كتر هنتو ما غادي تشوفو في فتاتين مادية الفيديو باش غادي تفهمون ايش نبغيت نقصد غادي ناخد هنا اللون الاسود نفس الماركة الصباغة وغادي نحاول ان ندير في حال هكا داربات بشيبون جاي لكانت عندكم او البنسو او المهم اللي كان عندكم كتحولوا انكم تتخدموا بها في حال هكا هم بدن ندير داربات فوق ذك الدوغي اللي يدرت فوق ذك الاشكال اللي يدرت بالدوغي في حال هكا حتى نكمل للسطح كامل لديل هات الزاجة هادي علش كنت لكم ما خاصومش يكونوا نشوفو بالساف باش كيندامج لنا ذك الاسود مع الدوغي اللي درنا ما كيبقاش يعني الحواف ديال ذك الدوغي يعني مرسومة مزيان وهذا كيندامجوا مبيناتهم تيجي شكل ديالهم جميل اكتر وطبيعي اكتر كنفضل انكم تخدموا بهات السباغة هادي ديال البواطة ولدي الحك على السباغة ديال الرشاش علش حيث هات السباغة هادي اولا اقتصادية وكتبقى كتودي لكم بساف ديال اعمال وديالرشاش ضغياء يلا كترشو رشلو ولا رشات تانية كتبغيو تديرو دوزيام كوش كتلقوها تسالة يعني ماشي اقتصادية بالنسبة لي انا بالنسبة الرأي ديالي الشخصي وكذلك الرشاش ما غاديش يمكن لكم انكم تديرو هات الخدمة هادي يعني تبقى تستامبي وهاد الجوج الوان بيناتهم يعني الاسود والدوغي فهاتش علش كان نصحكم انكم تستعملو هات النوع ديال السباغة هادي حالها كيما كتشوفو كان بقى نستامبي هاد السطح هادا ومن بعد كنخليها تنشف تماما تقريبا وحد ثلاثة ولا اربعة ساعة حتى تنشف وكذلك السطح تماما وكنناخد رجيلات كما كتشوفو يمكن لكم اتلقاوهم تواجدين عند ناس اللي كيبيعو مواد البناء وهاتش ديال اعمال يدوية وهاتشيرهم كينين في جميع المدن المغربية اتلقاو عندهم هاد الرجيلات وانواع اخرى من الرجيلات اختارو اللي بغيتو وغادي نحاول اني نتبتهم هاكا في الكوان بربعات ديال هاد البلاطو هادا دي ما كنخدم في نفس السطح يعني ما قلبتش هاد الزاجة هادي نهائيا غادي نبقى نخدم في هاد الجهة هادي اللي يدرت عليها السباغة هي اللي غادي نلسق عليها هاد الرجيلات اذا كنلسقها بمسدس الشمع كي مشتوه وكنت بتهم زيان كنخليهم حتى كي نشفوه غادي عاد غادي نقلبو البلاطو ديالنا كيما غادي تشوفو هذا السباغة ودك شي كامل غادي يبقى من التحت وغادي تبقى عندي الزاجة هي اللي غادي بنعليها هاد الشكلها كاروخامي كيما كتشوفو كي يجي الشكل دياله رائع وشي حاجة اللي يزعمها ممتواجداش في السوق يعني غادي تكون عندكم غير بوحتكم اللمسة ديالكم خاصة كيما كتشوفو الشكل دياله كي يجي جميل وهاد السطح هذا فانا ما قصتهوش نهائيا لبس باغا لوالو يعني يمكنكم تحطوه في المواد المواد الغذائية يمكنكم تحطوه في حلويات الى غير ذلك المهم غادي نزيد غادي نلسق هاد البوانيات هادو حتى هما متواجدين في اشكال متنوعة ثمان ديالهم كان نضنشي ثلاثة درهم الوحدة فهم مرخص بزيف يعني هاد البلاطو كامل ما غاديش يتقام عليكم حتى بعشرين درهم اذا كان نلسقو في حالها كيما كتشوفو كذلك مسدس الشم ما غاديش نعتمد عليهم نهائيا باش انا ينهز البلاطو فقط انا درتهم غيباش نوريكم بشكل نهائي ديال البلاطو كي غادي يجي بالنسبة للبنات اللي بغاو يعتمدوه كمشروع مربح خاسكم دارو ريئ تديو هاد الزاجة هادي عند الناس ديال الزاج باش يتقبوها ليكم من الجهتين وتشدوهم بالمسمار هكا تكونوا السوق انهم ما غاديش يتزعزعوا وهكا تبيعوه من الناس بوجهكم حمر يعني ما غاديش يتحشموا مع الكليين هاد الحواف هادو ديال البلاطو كي ما كتشوفوا بقوا في حال هكا فانا غادي نصبغهم باللون التهابي كذلك باش تيلها في نيسون مزيانة ومقادة ويجي شكل جميل اكتر يمكن لكم كذلك تزيدوا ان غيبان الى كان عندكم والليلة فضلتوا انكم تستعملوه مهم لكم الاختيار اذا غادي نصبغهم وغادي نتلقو مع الشكل النهائي ديال البلاطو ديالنا يجي شكل دياله كما كتشوفوا راقي ومتميز يعني شي حاجة كما قلت لكم اللي ما مطلساش في السوق يعني ما الشي غادي تلقاوه في السوق عند كل شي وهذا كتبقى شي حاجة اللي متميزة بينصور اللمسة ديالكم كتشوفوا هكا محتوطة يعني شغول يديكم محتوط انتم اللي صيبتوه شي حاجة اللي يصافي جو بيان وزوينا شي حاجة مزيانة كانتمنى ان الفيديو يكون فادكم ونكون نفيدكم الفيديو واتس ولا وغير بشوية ونطلقها ان شاء الله الفيديو اخرى بسلامة